مرحبا في مي كيشن أحب بكم برنامجنا هذا مطبخ سميرة وأقدم لكم أحلى و ألد الوصفات أرجو أن تنال أعجابكم برنامجنا اليوم سأسوي لكم هذه الوصفات المميزة كوبة موصلية مرقة البطاطا والكاري بوتيتو ستو مختارات من فنون الطبخ مختارات من فنون الطبخ تراجر مدل إيسترن كوكبوك بيكينج جورني يمكنك تراجع بمي إيميل estcholagh11 at yahoo.com أو يمكنك تراجع من amazon.com أو يمكنك تراجعهم في عشتار ماركت نحن نبدأ برنامجنا اليوم بتحضير الكوبة الموصلية اللي طبعا في الشيء كلش مشهور بالعراقية والناس كلها ترغبها ورح أعلمكم اليوم طريقتي شننسوي الكوبة الموصلية سنبدأ بمجردنا نقوم بمجردنا كببي موصل لتعرض هذه المرأة نحتاج هذه المرأة لتعرض هذه المرأة لتعرض هذه المرأة نحتاج 2 كوبة من جورنيج من جورنيج نحتاج كوبين من البرغل المطحون ناعم نفسه الي يستعمل لعمل التبولي أو مرأة يتسمى بجريش مطحون رقم 3 أيضا نحتاج 1 كوب من برغل مطحون ناعم من كلش ويكون طبعا مرات يتسمى بجريش اللي يكون رقم واحد طريقة الطحن مالته نحتاج 3 كوبة 2.25 باوند من جورنيج رح نحتاج 3 كوب اللي هو عادل باونين وربع من لحم يكون مفروم ناعم وخالي من ايدهن ونحتاج ملح لعمل العجين للحشو نحتاج 4 باوند من لحم بقر رح نحتاج 4 باوند من لحم بقر يكون مفروم خشن 4 تيبل سبوند من لحم 4 ملاعق طعام من زيت نباتي 1 باوند 2-3 باوند 1 باوند 2-3 باوند مفروم ناعم جدا 1 تيبل سبوند ميكس سبايس بهارات ملعقة طعام بهارات 2-3 باوند قليل من الملح 1 باوند 1 باوند نصف كوب من لوس مقطع إلى شرائح طولية محمص هذا إذا ردتوا تستعملوا أو هاف كوب ريزن نصف كوب من القشمش الأصفر هذا همين أبشنال إذا ردتوا تستعملوا أو إذا ما تردون ماكو داعي تستعملون اللوز والقشمش لتحضير الحشو لتحضير الكوبة راح نحتاج أول شيء نحمي ملعقتين طعام من زيت وعدنا هنانا اللحم اللي مفروم خشنية كلش راح أول شيء طبعا مثل من نسوي كل مرة لتحضير أي حشو راح 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 أول شيء نطبخ نصف كمية اللحم لأنه هواية إياها مريد نخلي اللحم كله مرة وحدة حتى ينطبخ زين نضع نضع أبدا نضع الوضع المنزل المنزل لتحضير بالطبع 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 لتحضير 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 بالطبع 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 لتحضير لتحضير المنزل 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 بالطبع المنزل 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 لتحضير لتحضير نحن نتبوخ الكمية الاخرى المتباقية من اللحم بنفس الطريقة الكمية الاخرى من اللحم صار لونها بني ورح نحولها الى المصفات the other part of the meat is also brown and we'll transfer it to the mesh to drain all the liquid رح نبدي بتحضير البصل now we will stay the onion رح نضيف ملعقتين طعام من الزيت في نفس المقلات we add the two table spoons of vegetable oil in the same skillet and then when it's nice and heated من يحمى الدهن رح نضيف البصل now we adding the chopped onions we'll satay until soft and golden and now after draining the meat that we browned from all the liquid you see how much liquid there is in there we will add it back to the skillet ورا ما صفينا اللحم من الماء اللي طبعا استخلص من طبق هذا اللحم صفينا وراح نضيفها الى المقلات we'll reduce the heat down رح نطفي or ننزل الحرارة بالأحرام وراح نضيف الملح we will add the salt to season and we will add the mixed spices البهارات adding the spices of course you could add more or less depending on how spicy your spices are your mix is or how spicy you want the filling to be طبعا تعتمد كمية البهارات اللي اضيفوها للحشو على نوعية البهارات اللي يعدكم اذا هي كلش حارة لولا وانتو شقد يعجبكم طبعا الحشو يكون حار لولا so it's optional we'll mix everything until nicely blended and everything is nicely seasoned رح بس نحرك حتى نتأكد بأنه طبعا كل شي رح يتبل ويا الملح والابهارات of course if you want the spices always عشتار ماركت has really a good collection of too many kinds of spices anything that you prefer and they are really really good and really nice إذا يعجبكم طبعا خليط البهارات في اسواق عشتار موجودة انواع مختلفة كلش من البهارات حتى إذا يعجبكم انتو تخلطون الخلطة أو تسوون وصفة البهارات تقدرون تشترون كل الأشياء اللي تحتاجوه وتخلطوها وتسووها بالبيت رح نترك اللحم الى ان يبرد تماما we'll set the meat on the side to cool completely ورا مغسلنا البرغل طبعا رح نحاول انصفي من المي كليا after washing the burger we will try to squeeze all the water out by taking handfuls and squeeze all the water out and place it in a bowl like this one or a dish like this one I believe we have everything now we will season with some salt رح نضيف قليل من الملح للعجين and then we will add the extra lean meat رح نضيف اللحم طبعا اللي هو خالي من اي نوع من اي كمية من الدهونات and we will mix until nicely blended وضيف نضيف قليل من الماء المثلج حسب الحاجة وضيف قليل من الماء المثلج وضيف قليل من الماء المثلج عشتار ماركت is a great market or their meat department actually is really great for making things like this they have the meat already for you and it's really nice quality طبعاً لتحضير أي نواع من الكوباب ورأشياء مثل هذه أسواق عشتار قسم القصاب اللي هناك يحضر لكم اللحم بالطريقة اللي تردو ويكون سهل لكم لتحضير الكوباب طبعاً أنواع اللحم تكون كل الزيانة في أسواق عشتار I think we need to add a little bit more water and now we will finish mixing this with the food processor سنكمل تحضير العجيم باستعمال الست البيت or food processor we'll go over it like twice we'll put the rice perfect we'll transfer it to the bowl and we will continue with the remaining mix by adding a little at the time we'll add a little bit more food processor and process same way it's so easy using the food processor to prepare this this paste of course back home they didn't have the food processor before so they use a mortar and pasta like this it's made out of solid I think it's not copper it's probably bronze or any other material that's very heavy so they will take a piece of this mix and they just keep pounding until it is nice and smooth just like that طبعا قبل ما كانوا المكاين مثل الفودو بروسسور فكانوا يستعملون الهاون لتحضير أو لعجن هذا النوع من العجين طبعا كان الهاون بحجم أكبر وينطينا نفس النتيجة but of course using the food processor is much easier استعمال الماكينة ست البيت كلش اسهل اللطبعا this brings back a lot of memories I remember my mom used to make so much noises making you know the Kibi when using the hard one we'll continue using of course our favorite machine the food processor the finish العجين حاضرية حتى نبدأ بتحضير الكوبة لتحضير الكوبة هنان عندي قطعة بلاستيك I have a piece of plastic here that I will of course wet it with some ice water and then take a piece a portion of the paste راح ناخذ قطعة من العجين of course depending at what size we are making it تعتمد على حجم كبة دا نسوي سواصل راح نسوي الكوبة اللي حجمها كبير كلش نسوي الحجم الكبير راح نحتاج قطعة اكبر and then we take another piece of plastic قطعة اخرى من البلاستيك راح نرتبها بقليل من الماء المثلج and we will add it on top ونخليها فوق العجين و راح نفتح نبدي من ال center ونفتح الى ان تكون رقيقة متل الورق and we will open it up until very very thin starting from the center all the way to the edges نبدي من المركز وبعدين نفتح الى الحافت كانت اكله طبعا كلش معروفة اياها و اكله مو كل الناس طبعا قبل سنين كانوا يقدرون يسويها لانه كانت تتكلف اولاية سكان يسويها بس بالمناسبات الخاصة بس طبعا هس بها الوقات العالم تسويها او الناس يسويها بكل طبعا كل الوقات اكله كلش طيبة وكلش صحية اياها سرح ناخذ We are using a lid for a pot or you could use a plate or you could use anything that is circle دا نستعمل هنانا الغطة مع القدر تقدرون تستعملون صحن كبير اذا عدتكم صينية او اي شي حتى نحدد الحجم اللي طبعا دا نحتاج نستعمل الحجم الكبير just so we can trace this and make a nice circle perfect look how beautiful and this will be one we set this on the side and we will make another one just like that this will be the base of the kibbi and then we gonna need another one to of course cover the filling so we will do exactly the same thing by taking a piece of paste いきましょう have to make sure we make a piece of paste mostcards about the pieces and that is already made so let's go on with two tablespoons and move them all together Kasam ملتقاً 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 بالطبع يكون جميل، ورما بردنا كل الزين، تقدرون تحضرون الحشو قبل يوم إذا تردون حتى تتأكدون بأنه يكون بارد كلش. يمكنك تتعبير الفلن بذلك لإستقرار أنه سيكون جميل بكثير. سوف تتعبير الفلن بالتساوي على كل الدائرة. سوف نترك مسافة تقريبا نصف إنش من الحفات حتى نتأكد بأنه القطعتين من العجين راح طبعا تشكل الكوبة و راح تلتحم. وحدة وهي الأخرى. جميل. الآن سوف نأخذ الأول. ثم سوف نتركها. هل ترى كيفية؟ 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 كيفية؟ جميعًا جميعًا نضغط هذا في حلاله ونضغط ونضغط نترك الكبة بالثلاجة لمدة اقل على الاقل ساعتين لأثلاثة قبل ما نبدأ نضبخها او لو لا تستطيع تقوم بها في الوقت تستطيع تقوم بها في الوقت تقريبا لمدة 3 او 4 شهر وبعدين تطلعوها وقت ما تردون وتطبخوها تسلقوها او تطبخوها بالفرن او راح تقلوها هذا سيأت في الوقت الآن طبعا تشوفون دانس تعمل احجام مختلفة من الكوورس حتى يكون عندنا طبعا حسب الحاجة مرات نسويها كلش شبيرة تكون مرات تكون صغيرة only for like one individual مرات تكون وسط اذا انتو طبعا تقدرون تتفننون باي طريقة اللي يعجبكم وتستعملون اي حجم من طبعا الكوور مع القدر تتحكمون بهذه نحن نستخدم ثلاثة مختلفة من الكوورس لتعطينا ثلاثة مختلفة من كبب ولكن لغير مختلفة من الكوورس كي تضغطون من كبب يمكنك انتظروا أي شخص كبب 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 طبعا رضي نحن نضيف هل نستخدم وضع ما عمل الاشتراحة للمزيزة من المزيزة اشتركوا في القناة 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 so they can seal nicely and this will go اشتركوا في القناة and this will go on a plate like this one and we'll cover it with some more syran wrap and this will go on the refrigerator for at least 2-3 hours اشتركوا في القناة وعدنا هنا ثلاثة احجام مختلفة عدنا الكبير والوسط والصغير to identify the kibbe some of the kibbe might be using the filling which is just the meat and the onion and the spices and sometimes with the filling we add the raisins and the toasted almonds so to identify the fillings or the kibbe the filling that has the nuts i mean the almonds and the raisins we're gonna make the kibbe square for this so we can identify them from each other so the round ones are without the raisins and the almonds and the square ones are with the raisins and the almonds and i think they look nice too and i don't see why not so now we will make the square kibbe that has the almond and raisin filling so we will make the large size first cover it so we shall put and let's make sure Buns and then let's cook in a little bit and let's make it former dog and dog 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 هذا يجب أن يكون جيدا سأخذ هذا بالطبع يوجد رنجات مثل هذه يمكنك أيضا أن تجد رنجات إذا كنت تريد رنجات إذا لا توجد رنجات مثل هذه يمكنك تستخدم رنجات أو شيئا جدا عندي هنا مثل هذه طبعا موجودة إياها تنباع بكل الأشكال بس إذا ما عادكم مثل هذا القالب تقدرون تستعملون صحا يكون مربع ونفعل الشيء نفس الطريقة بس مكان ما راح يكون عندنا الطبقة مدورة راح تكون مربعة بس إثارية انظر كيف تبدو كم يكون يبدو الأشكال ونأضع هيمان ثم نزع نخر ثلاثة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة نضيف قليل من الحشو اشتركوا في القناة 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 اشتركوا in the refrigerator اществدغم اشتركوا في قناة اشتركوا في القناة 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 طبعا الأصلية لطبخ هذا النوع من الكوبة كوبة موصل هو تبايي السلق الكوبة هنا عندنا طبعا إناء مثل هذا يكون عميق و خلينا بيه ما يضيغ ليه لذلك لدينا سكيلت كذلك و لدينا موصل و سيزنه مع بعض الملح راح نضيف قليل من الملح إلى الماء راح نبدي بي سلق الكوبة and now we are going to cook the kibeys or boil the kibeys and you see we made the different sizes this is the round one and of course we made the square ones also so we will start by cooking the large one first it's nice to make them different sizes just it depends on what everyone likes لنستخدم الكببي وضعها في الوضع الوضع ونستخدم الوضع نستخدم الوضع 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 ساعدت نخيل اللعب لتناني كيبي سوريك من البحر أحياناً 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 لأنه يحوش إلى البحر نحن نجد الدولة تنفق في حين 5 موقف مربعة now we will remove the other kibbe and place it on top of the other one perfect المترجم للقناة اشتركوا في القناة رح نبدأ طبعا بقلي الكوبة The other way to cook the kubbe is by frying it So here I have some oil in a frying pan like this Of course the kubbe is already boiled So it's cooked we just gonna make it more crispy الكوبة ورا ما نسلقها رح نقليها حتى تكون مقصبة اكثر وعدنا هنا طبعا بمقلات مثل هذه خلينا زيت وراح نقلي الكوبة The kubbe to the other side Look how gorgeous looks beautiful قلبنا الكوبة حتى نقليها من الجهة الاخرى كوبة نقليها من الجهة الاخرى رح نحولها الى الاناة مثل هذا نتركها حتى تبرت لدقيقين قبل ما نقدمها The kubbe is fried from both sides and it's beautiful nice and crispy We'll let it sit for a couple minutes before slicing it and serving it Of course we use the boiling method to cook the kubbe and we use the frying method Now we like to use the baking method طبعا للطريقة اللي طبعا الأوريجنال اللي طبخ اي الكوبة الموصلية هي بايغة لانها بماء قليل ميع ملح بات طبعا حتى القلي همين طريقة شائعة بس احب ذاني سمتايمز اقعد اطبخها بالفرن حتى طبعا تتحافظ على قيمتها الغذائية تكون كلش طيبة طبخ الكوبة بالفرن to bake it in the oven here we have a tray خلينا parchment paper we'll take the kubbe place it on a parchment paper we'll add another piece of parchment paper on top ثم نضيفها مع بعض الوزن مثل هذا هذا مستعد للفرن لتباق 350 دقائق لتباق 30 إلى 35 دقائق نطبخ الكبة أو طبعاً تباقها نطبخها بالفرن لمدة 30 إلى 35 دقائق 350 دقائق توقت موسيقى توقيت encourage�� فيциcellent خطيرة